العلم في دقيقة أهلنا بكم لجنة الاستنافة التابعة للكنفيدراليكا الإفريقيكا لكرة القدم ترفض طعنا قدمته الجامعة الجزائريكا ضد قرار لجنة الأندكا الذي يمنح فريق نهضة بركان أحقية ارتداء أقمصته الرسمية التي شارك بها منذ انطلاق مسابقة كاس الكاف لهذا الموسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانين فانتينو يحل بالحاصمة المغربية ريباط لحضور نهائي كاس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ويقول إن المغرب بات قوة عالمية في كرة القدم ليس فقط من ناحية البنية التحتية والنتائج بل أيضا في الشق المتعلق بتنظيم مختلفية تظاهرات الكروية الدفاع والمدني في قطع غزة يعلن عن اكتشاف مقبرة جماعية داخل مجمع ناصرة بي في خان يونس ويقول إن العمليات الأولية مكنت من إخراج ما لا يقل عن خمسين جثة لأشخاص دفنوا بعد أن قتلتهم القوات الإسرائيلية روسيا تقول إن تصويت مجلس نواب الأمريكي لصالح خطة مساعدات واسعة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستؤدي إلى تفاقم الأزمات على المستوى الدولي إلى اللقاء